بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام الميامين أسعد الله صباحكم بكل خير أعزاء الطلاب معكم الأستاذ أحمد عتيق أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي مرحبا بكم في درس جديد في رحاب مقرر التربية الإسلامية 5 دين 302 للصف الأول ثانوي للفصل الدراسي الثاني من عام 2020-2021 كما تعودنا أحبتي الطلاب قبل أن نبدأ درسنا اليوم دعونا نستذكر الدرس السابق من يذكر لنا اسم الدرس السابق ننتظر إجاباتكم أعزائي الطلاب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بارك الله فيكم ما شاء الله تفاعل جدا جدا متميز من قبل عيسى عبد الله محمد سلمان تركي عبد الله فيصل خالد خالد نواف عبد الله خالد تميم عيسى علي عبد الرحمن جلال بشار خالد سيد مصطفى سلمان محمد بارك الله فيكم فإذن أخذنا في الدرس السابق مثل ما ذكر زملائكم درس الإشاعة وقلنا في الدرس أن ظاهرة الإشاعة تعاني منها المجتمعات المعاصرة والتي زاد استفحالها مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ووسائل الإعلام التقنية وغدت من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للأشخاص وللمجتمعات خصوصا في وقت الأزمات والحروب فكم تسببت في جرائم وفككت من علاقات وصداقات وأخذنا في الدرس تعريف الإشاعة وقلنا هي انتشار الخبر دون تثبت فيه وهي في الأعم الأغلب يكون الخبر أو مجموعة الأخبار تكون ماذا؟ تكون زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وغالبا ما تكون هذه الأخبار شيقة مثيرة لفضول المجتمع والباحثين ونستذكر جميعنا دعونا نستذكر جميعا ما هي أسباب ظهور الإشاعة دعونا نستذكر شوية من الدرس السابق دعونا نأخذ إجاباتكم عزائي الطلاب ما هي أسباب ظهور الإشاعة؟ من يذكر لنا أسباب انتشار وظهور الإشاعة؟ دعونا نرى تفاعلكم ومدى استيعابكم إلى الدرس السابق السؤال هو عزيزي الطالب من الدرس السابق ما هي أسباب ظهور الإشاعة أو أسباب انتشار الإشاعة؟ أعطني سبب واحد عزيزي الطالب من اللي تذكره من خلال الدرس السابق ننتظر إجاباتكم مع عزائي الطلاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 للمسلمين على المسلمين اتباعها في التعامل مع الإشاعة ومن أهم معالمها هي أن يقدم المسلم حسن الظن بأخيه المسلم عندما تأتيك الإشاعة لا بد أن تتبع هذه الخطوات أن يقدم المسلم حسن الظن بأخيه المسلم وأن يتثبت من أي إشاعة يسمعها وأن لا يتحدث بما سمعه ولا ينشره وأيضا وأن يرد الأمر إلى أولي الأمر من أهل العلم والفاطل ولا ننسى أن حكم الشرعي لترويج الإشاعة هو حرام لماذا؟ لأنها منافيتان للفضائل والآداب الإسلامية ونستنتج من قوله تعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين نستنتج من هذه الآية الشريفة أن لا بد من البحث عن الأخبار والكشف عن الحقائق وأيضا التروي في قبول الخبر وعدم قبوله بسرعة وتقليل والاعتماد على من يأتي وينقل إلينا هذا الخبر ووصف مروج الخبر غير الصحيح بالكذب وأكبر دليل على ذلك الإشاعة التي أطلقت على سيدنا موسى عليه السلام والتي قالوا عنه أو أشاعوا عنه إنه عليه السلام ما يستطر إلا من عيب في جسده إما برصوم وإما آفتم لا يحب أن يراه أحد هذه الإشاعة أشاعوها على النبي موسى فنزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيا فبرأه الله سبحانه وتعالى من هذه الإشاعة التي أطلقها البعض من بني إسرائيل ونستنتج من هذه الآية الشريفة وقوف المولى عز وجل مع الحق وأهله والإشاعة لا تستمر طويلا لعدم صدقها منذ انطلاقها وأيضا ضرورة اتخاذ كافة الوسائل تجاه مروجي الإشاعات ومن هنا فالإشاعة تطلق من غير مصدر ولا دليل مثل ما عرفت عزيز الطالب في الدرس السابق وقد تطلق على أحد الأشخاص أو على اعتقاد أحد الأفراد أو فكرة يتبنىها فيأتي أحد لا يفهم كل وجل الفكرة التي يتبنىها فيطلق من غير علم ولا مصدر ولا دليل على هذا الشخص إشاعة بسبب فكر هذا الإنسان أو الفكرة التي يتبنىها وبسبب عدم فهمه للفكرة فكان لابد عليه قبل أن يطلق الإشاعة عليه أن يتثبت من فكرته وهذا الأمر لا يأتي إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق المحاورة ببيان الأفكار والرؤى بين جميع الأطراف المختلفة ونعتبر طريق غلق الإشاعة هو منهج من مناهج المحاورة لاتضاح الأفكار وغيرها فلذلك فلابد أن نسد باب الإشاعة عن أي أحد عن أي شخص عن أي فكرة يتبنىها أحد الأشخاص من خلال المحاورة لكي تتضح لنا الفكرة قبل أن تتعنى وتطلق الإشاعة السيئة على هذا الفرد أو هذا الشخص فإذن فلهذا درسنا اليوم عن ماذا؟ عن الحوار عزيزي الطالب بعد نهاية هذا الدرس ستكون إن شاء الله قادرا على تعريف مفهوم الحوار بمعنى أن يعرف الطالب مفهوم الحوار والهدف الثاني توضيح بعض فوائد الحوار لأن فوائد الحوار كثيرة جدا لا يتسع لها حصة أو حصتين أو ثلاث فلذلك الهدف أن يمضح الطالب بعض فوائد الحوار والهدف الثالث بيان بعض آداب الحوار بمعنى أن يبين الطالب بعض آداب الحوار نأتي الآن إلى تمهيد قبل أن ندخل إلى الدرس إن العالم الذي نعيش فيه اليوم يتطلب مننا الحوار مع أنفسنا أولا أول شيء مع روحنا نبدأ مع روحنا إحنا والحوار مع الآخر ثانيا في البداية نبتدأ بأنفسنا ثم ننتقل إلى الطرف الآخر لكي نصل إلى رؤية إنسانية مشتركة لابد هناك أمور مشتركة بين جميع الناس قادرة على نقل سماحة ديننا وإيصال عظمة حضارتنا وهي الحضارة الإسلامية العظيمة التي تأسستا على مبادئ الحق ديننا وحضارتنا الإسلامية تأسست على ماذا تأسستا على مبادئ الحق ولا بد من إيصالهمها الدين وحضارتنا الإسلامية على مبادئ الحق والعدل والمساوى فلذلك ما مفهوم الحوار وما هي فوائده وما هي الآداب التي ينبغي أن نلتزم بها أقرأ وأتفكر أقرأ معي عزيز الطالب لكي نتفكر جميعنا ونصل إلى مبتغانة من الهدف التعليم هذا قال تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره حط خطين على هالكلمة وهو يحاوره أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا الآية رقم 34 من سورة الكهف وقال أيضا قال له صاحبه وهو يحاوره حط نقطتين أو خطين أو دائرة على يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا الآية رقم 37 فطبعا في سورة الكهف الآيتين الكريمتين جاءت بمعنى كلمة يحاوره وركز على هالكلمة يحاوره نأتي إلى النشاط بين معاني الكلمات الآتية ثمر ما معنى كلمة ثمر أنت الحين عزيز الطالب تروح إلى سوق المزارعين وتشتري ثمرة معينة فما هي معنى كلمة ثمرة نشوف إجابتكم عزيز الطالب ننتظر إجاباتكم بشكل سريع أعزائي الطلاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بارك الله فيكم عزيز الطلاب ما شاء الله إجابات متميزة بن سجاد حسين عمر وائل عيسى علي أحمد مكي سلمان محمد هاشم إياد محمد عدنان عمار علي إجابات جدا متميزة فإذا ثمر هو كل ما ينتجه الشجر ويطلق أيضا على أنواع المالي والولاد نأتي إلى الكلمة التي تخصنا في هذا الدرس وهو يحاوره ما معنى وهو يحاوره ننتظر إجاباتكم لدينا أقل نصف دقيقة نأخذ إجاباتكم ونستأنس بها عزيز الطلاب ننتظر الإجابات وحضوره ماذا تفعلون تى الج信 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنه لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لدينا أق estim ترجمة نانسي قنقر الجاية جاهز Little اشتركوا في القناة وهو يحاوره أي يراجعه في الكلام ويجاوبه والمحاورة أي المجاوبة أعز نفرا ما معنى أعز نفرا ننتظر إجاباتكم أعزاء الطلاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بارك الله فيكم أعزاء الطلاب ماشاء الله إجابات متميزة باسل إبراهيم يوسف عبد الجليل خالد نواف محمد عبد الله فإذا أعز نفرا نفرا يعني بمعنى أكثر عشيرة وخدما وحشما وولدا نأتي إلى السؤال التالي استنتج من الآية الكريمة اسلوب الحوار الذي تم بين الرجلين قال تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا فهذا الأسلوب يدل على ماذا يعني لكي نبينها أكثر تخيل عزيزي الطالب يأتيك أحد الأشخاص ويقول لك أنا أغنى منك أنا أفضل منك أنا عشيرتي أكبر من عشيرتك فماذا تستنتج من هذا الكلام أنت عزيزي الطالب قيس على ذلك هذه الآية استنتج من الآية الكريمة اسلوب الحوار الذي تم بين الرجلين ننتظر منكم إجاباتكم أعزيزي الطالب ترجمة نانسي قنقر بارك الله فيكم أعزيزي الطالب ما شاء الله إجابات متميزة مبدعين ومتفاعلين على طول ما شاء الله إجابات من قبل أحمد محمد سفيان منصور عجلان عيسى حسين مسعود لطفي خليفة عبد الناصر إبراهيم عبد الله ما شاء الله إجاباتكم متميزة عزيزي الطالب فإذن الإجابة اسلوب الحوار الموجود في الآية الكريمة يظهر التعالي والتفاخر ليس فقط تعالي وتفاخر وتكبر من صاحب الحديقة الغني على أخيه الفقير وهذا الأسلوب في الإسلام هل هو محمول أو مذموم فهذا الأسلوب في الإسلام مذموم لا يجوز لك أن تتعالى وتتفاخر بغناك أو بأي أمر لأن الميزان الخلقي عند الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هي التقوى وليس التعالي والتفاخر بالأموال فهذا الأسلوب هو أسلوب تعالي في الحوار وتفاخر من طرف على طرف آخر نأتي الآن إلى مفهوم الحوار قبل أن أترك لكم المجال في تعريف الحوار بأسلوبكم الخاص كما عودناكم أعزاء الطلاب لكي تتضحوا الصورة أكثر وأكثر ونرى إجاباتكم وتفاعلكم كما عودتمونا عزيز الطالب نتناول المصطلح لغة أولا فتعريف الحوار لغة هو تراجع الكلام ويتحاورون أي يتراجعون الكلام شلون يتراجعون الكلام يعني هذا الشخص عمر من الناس يطلق الكلام وزيد من الناس يرجع الكلام ويأتي إلى الطرف الأول وهو عمر ويرجع الكلام أيضا إلى زيد فهناك مراجعة إلى الكلام واصطلاحا نأتي شرح التعريف من خلال معلوماتكم المتراكمة ونركبها مع بعضها البعض لنظهر بالتعريف الاصطلاحي النموذجي لتعريف الحوار فالآن عزيز الطالب بإسلوبك الخاص بإسلوبك كيف تعرف مفهوم الحوار ننتظر إجاباتكم أعزاء الطلاب لكي نجمعها ونظهر تعريفا نموذجيا إلى مفهوم الحوار الآن نريد تعريف الحوار بإسلوبك الخاص عزيز الطالب ننتظر إجاباتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بارك الله فيكم عزيز الطلاب ما شاء الله تفاعل وتميز من طلاب لأنكم مبدعين راح أذكر أسماءكم وإن شاء الله كلكم راح أذكر أسماءكم لأنكم تستحقون الثناء وذكر الأسماء تميم خالد بارك الله فيك بندر محمد ممتاز جاسم قيصر أحسنت يا جاسم إبراهيم عبد الله بارك الله فيك يا إبراهيم ثامر طاها بارك الله فيك يا ثامر لطفي ممتاز يا لطفي سلمان محمد ممتاز يا سلمان هاشم إياد بارك الله فيك يا هاشم مصطفى أحمد ممتاز يا مصطفى حسن علي بارك الله فيك يا حسد وبشار خالد ممتاز ما شاء الله إجابات كثيرة وإن شاء الله كلكم راح نذكر أسماءكم لأنكم فعلا مبدعين ومتميزين ومتفاعلين في الدرس فإذن هناك معاني كثيرة وتعريفات كثيرة إلى الحوار وذكروها أيضا زملائكم الطلاب فمفهوم الحوار أصله في اللغة من الحور وهو الرجوع عن الشيء إلى الشيء نقول أفراد يتحاورون بمعنى ماذا مثل ما ذكرت لكم سابقا يتراجعون في الكلام المحاورة معنى المجادلة التحاور التجاوب الحوار هو تراجع الكلام فهناك أنواع كثيرة للحوار مثل ما أخذنا في المثال السابق نوع الحوار هو نوع حوار بالتفاخر والتعالي على الطرف الآخر وهذا مذموم وهناك حوار سلبي مثل المجادلة هدف منها المجادلة فقط ليس للتوصل إلى الحل أو لفهم الأفكار الطرف الآخر بينما هناك حوار إيجابي يسعى كل الأطراف إلى الوصول إلى الهدف المنشود وإلى المعرفة الحقيقية فإذن يمكن تعريف الحوار بأنه ماذا؟ بأنه تجاذب الحديث وهو وسيلة للتفاهم والتقارب بين البشر دائما وأبدا وصيكم أعزائي الطلاب لكي تفهموا التعريف لا بد من تقسيمه إلى عدة أقسام لفهمه أكثر وتعزيز فهمه في فكركم نقسم هذا التعريف إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين القسم الأول تعريف الحوار هو ماذا؟ تجاذب الحديث تجاذب الحديث لا بد أن يكون بين طرفين أو أكثر تجاذب الحديث هذه الوسيلة لماذا نتجاذب الحديث؟ وسيلة للتفاهم ولماذا أيضا؟ وللتقارب بين من؟ بين البشر فإذا تجاذب الحديث هو وسيلة إلى عدة أهداف من ضمنها التفاهم والتقارب بين بني البشر نأتي الآن إلى فوائد الحوار فوائد الحوار فوائد الحوار كثيرة على معرفة الحقيقة والتوصل إليها قد يشتبه البعض أو الفرد يشتبه عليه حقيقة معينة فكرة معينة أو معرفة معينة فبالحوار مع أصحاب الشأن يحاوره يساعد هذا الشخص يساعده على معرفة ماذا؟ معرفة الحقيقة الكاملة والتوصل إليها أيضاً هذه فائدة من فوائد الحوار وأيضاً يدفع الشبى والمغالطات التي تلفاق للدين الإسلامي فأعداء الإسلام عزاء الطلاب لا بد أن يكون ماذا؟ يستهدفون الدين الإسلامي ويجعلون الشبهات فيه لكي يشككون المسلم أو أي طرف آخر يشككون في الدين وصحة الدين الإسلامي فمن أهم فوائد الحوار ماذا؟ يدفع هذه الشبهات والمغالطات التي تلفق على ديننا الإسلامي وأيضاً من أهم فوائد الحوار هي وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل على بينه في إقامة الحجة وأكبر مثال على ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله فعندما دعا إلى عبادة الله وإلى الله سبحانه وتعالى استخدم الأسلوب اللين في الحوار فكان يحاور المشركين ويحاور الجميع لماذا؟ بسبب لكي يدعوهم إلى الإسلام أو يدعوهم إلى عبادة الله ولديه الأدلة والحجة على ذلك في هذا الحوار فأيضاً من فوائده مثل ما ذكرنا وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل ومن أهم فوائد الحوار أيضاً ينقل الحقائق والمشاعر ويساعد على تبادلهما مع الآخرين أنت عزيز الطالب لديك مشاعر لديك أحاسيس لديك حقائق تمتلكها فلا تختزلها لنفسك فقط فمن أهم فوائد الحوار إنما جعل الحوار أيضاً لنقل الحقائق ونشرها وتبادلها بين الأطراف الآخرين فلدينا عدة فوائد للحوار مثلاً يولد أفكار جديدة بين طرف ألف وطرف با يتناقشون ويتحاورون لمعرفة الحقيقة بينهما وهم في هذا الحوار تتولد من خلاله أفكار جديدة لمعرفة الحقيقة وأيضاً ينشط الذهن أي كلها من فوائد الحوار ينشط الذهن ويساعد على التخلص من الأفكار الخاطئة وأيضاً يساعد على تنمية التفكير وصقل شخصية الفرد فتجعل شخصية هذا الشخص مسقولة بالمعرفة وبالحق نأتي الآن عزيزي الطالب إلى النشاط رقم اثنين فكر ثم عدد بعض فوائد الحوار التي تعود على الفرد وعلى المجتمع يعني أنت عزيزي الطالب هنا لست مقتصراً على المذكور في الكتاب ولست مقتصراً على المذكور في الشرح سابقاً نريد إجابات من أنفسكم من استنتاجكم أعزائي الطلاب ما هي فوائد الحوار اذكرها لإننا عزيزي الطالب أكبر عدد ممكن تقدر تذكرها لإننا عزيزي الطالب اذكرها وأنا متأكد ومتيقن إنكم كلكم ما شاء الله تعرفون ومبدعين ومتفاعلين فنشوف إجاباتكم أعزائي الطلاب ترجمة نانسي قنقر 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 أحمد مسلم بارك الله فيك يا أحمد مسلم عبد الرحمن مثنى ممتاز يا عبد الرحمن سفيان منصور بارك الله فيك محمد عبد الله إجابتك جدا متميزة يا محمد بارك الله فيك سلمان محمد ممتاز يا سلمان محمد محمد عبد العزيز بارك الله فيك يا محمد تركي ممتاز يا تركي عبد الرحمن خالد إجابتك ممتازة جاسم قيصر بارك الله فيك يا جاسم فيصل خالد ممتاز أحمد علي ممتاز يا أحمد محمد حسين ناجي علي ماجد حمود أحمد محمد بارك الله فيكم إجاباتكم جدا جدا متميزة وتفاعلكم هو الأجمل أيضا فإذن من فوائد الحوار عزيز الطالب مثل ما ذكر زملائكم يساعد المتحاورين على معرفة الحقيقة والتوصل إليها أيضا التعرف على وجهات النظر المختلفة والمتنوعة والتبادل بينهما فليس شرطا بين ألف وباء يتفقون في جميع الأفكار فأنت تتعرف على أفكار مختلفة ومتنوعة والطرف الآخر أيضا يتعرف على أفكار مختلفة ومتنوعة فأيضا يدفع الشبهات والمغالطات التي تشوه الدين الإسلامي فبالحوار هذه الشبهات وهذه المغالطات كلها تذهب هباء منثورة بسبب هدفهم لأنها ماذا تشويه الدين الإسلامي فبالحوار هذه الشبهات والمغالطات كلها تذهب وأيضا ينقل الحقائق والمشاعر ويساعد على تبادلها مع الآخرين ومثل ما ذكروا زملائكم الطلاب أن ينشط الذهن للفارد ويولد أفكار جديدة مثل ما ذكرنا أيضا ويساعد على التخلص من الأفكار الخاطئة مثل ما ذكر هنا أحد زملائكم يبني أفكار جديدة لدينا ما شاء الله إجابة جدا متميزة فمن خلال الحوار تبنى لديك فكرة صحيحة وقاعدتها قوية فأتت من ماذا أتت من الحوار وأيضا مثل ما ذكرنا يساعد على تنمية التفكير وصاقل شخصية الفارد فإذا عزيز الطالب في هذا الدرس أخذنا ماذا أخذنا مفهوم الحوار وقلنا بأنه تجاذب الحديث وهو وسيلة للتفاهم ولماذا وللتقارب بين البشر وأخذنا فوائد الحوار التي عددتموها وعددناها لكم هي يساعد المتحاورين على معرفة الحقيقة والتوصل إليها ويدفع الشبهات والمغالطات على ديننا الإسلامي والتعرف على وجهات النظر المختلفة وينقل الحقائق والمشاعر ويساعد على تبادلهما وأيضا التخلص من الأفكار الخاطئة ومثل ما ذكر زميلكم تبنى لدينا أفكار صحيحة مبنية على الحجة والأدلة إلى هنا أعزاء الطلاب نصل إلى ختام القسم الأول من درسنا اليوم وهو درس الحوار وغدا إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف نأخذ آداب الحوار لكي نتوسع فيه ونشرحه بإذن الله تعالى إلى هنا نسألكم التوفيق والنجاح إن شاء الله بإذن الله تعالى ومعكم الأستاذ أحمى عتيق على أمل اللقاء معكم إن شاء الله غدا في تكملة القسم الثاني من درسنا اليوم وهو درس الحوار على أمل اللقاء في أمان الله يا عزيزي الطلاب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة